ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اشتركوا في القناة مرحب بحضراتكم مشاهدين الكرام واليوم نتوقف في مصر دولة التلاوة مع أحد أعلام الجيل الذهبي من القراء المصريين وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم أو كما كان يلقب بسفير القرآن الكريم خرج من قلب صعيد مصر ثم توجه نحو القاهرة ومنها إلى العالمية فقرأ القرآن في معظم دول العالم الإسلامي فكان خير سفير للقرآن الكريم الشيخ محمود عبد الحكم في مصر دولة التلاوة ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير الشيخ محمود عبد الحكم وقور القرآن كان رضي الله تعالى عنه خاشعاً في تلاوته يأسر القلوب عندما تستمع إليه غرف الشيخ محمود عبد الحكم بزهدي الشديد وبحرصه على خدمة القرآن الكريم بكل ما أوتي من قوة رحم الله الشيخ محمود عبد الحكم وقور القرآن برحب بحضرتكم مشاهدينا الكرام وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلاً بكم صاحب الفضاء أهلاً وسهلاً بكم مرحباً أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك بنستكمل المسيرة مع أعلام دولة التلاوة واليوم مع صاحب محطة هامة في هذه الدولة وهو الشيخ محمود عبد الحكم رحمة الله عليه رحمه الله أولاً ماذا تقول عنه عن مدرسة في التلاوة فضيلة الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه محمود عبد الحكم نموذج جديد ليس كمن تحدثنا عنه محمود عبد الحكم من مواليد 1915 وهي ذات السنة التي ولد فيها أبي نعم رحمه الله عليه وانتقل سنة 82 عن 67 سنة وذلك في مركز أبو تشت أو قرية من قرى أبو تشت بإنة فهو صعيدي يعني المحتد صوته فيه شجن لكن قراءته لا علاقة لها بالموسيقى لا من قريب ولا من بعيد يعني ما كانش فيه تنغيم أو مقامات هو كان ماسك على البياتي ولو أنه هو يعني نزل ينزل على الحجاز يطلع يطلع على الصباح وبس يعني فيه محدود لكن هذه قراءة بنسميها القراءة التعليمية وفي بالسيادتك القراءة التعليمية الصحيحة الهادئة متقن أوي في أحكام التدام متقن أوي في مخارج الحروف متقن أوي في الالتزام بالقراءة ملوش دعوة خالص لا مقامات ولا قرار ولا جواب ولا كذا إلى آخرين مصحف معلم يعني معلم بيعلم القرآن للخلق فنسحب بيته هو شبيه بس طبعا سيدنا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري لا يعني كان بينغم أكثر بيتحرك أوسع في المقامات بحركته أوسع وبسحته أوسع لكن الشيخ محمود عبد الحكم أقدر أقول عليه أن قراءته هادئة تعليمية صحيحة ملتزمة أربع صفاتهم في هذه القراءة هذه القراءة تصلح جدا أن تقرأ في الصلاة يعني تحس أنه هو بيتعبد بالقراءة هو مش عايز حد يقول له الله أيوة كمان المرة يا سيدنا الشيخ أيوة كده اللهم صلي عليه لما يدخل على الحجاز اللي فاكرينها الحجاز وكده ها اللهم صلي عليه لا هو مش عايز كده هو عايز الناس تتفاعل مع ذات نفس القرآن مش مع صوت المقرأ فالله يرحمه كان أستاذا وصاحب مدرسة هذا شأنها ودي مدرسة قوية جدا عمقها ونشرها الشيخ الحصر وغير بالسياتك ازاي لكن الشيخ محمود عبد الحكم يعني ايه مزاق آخر مزاق آخر فهو لما الناس استمعت لها هناك في انا وابو توشت وكذا الاخير للتلاوة الشاجية دي ولذلك يسموه ايه في الكتب الصوت الشاجية اه فالصوت الشاجية دي لما سمعوه ام نصحه وابوه انه هو يروح يستزيد شوية في طنطة فصافر الى طنطة من انا لطنطة لطنطة طب ليه ما نزلش في القاهرة الاول هو راح القاهرة بعدين اه يعني راح طنطة الاول واعد له سنتين تلاتة وبعدين نزل الى القاهرة ودخل الازهر وبرضه قعد سنتين تلاتة ثم اشتغل بالتفرق للقراءة والقرآن فدي المميزات دي بتجعلنا يعني بنتعامل مع شخص فريد في دولة التلاوة لانه هو من مؤسسي دولة التلاوة فدولة التلاوة ما هيش فقط السيطة والدراسة المقامات على ابدع ما يكون في المدرسة المصرية لا المدرسة المصرية فيها ايضا هذا النوع من القراءة التعليمية الهادئة الواضحة الملتزمة عظيم فيه فرق كبير بانك انت تقرأ بالتجويد باحكام التجويد يعني وبين ان تقرأ من غير احكام تجويد واسيادنا اصحاب الطبقة الوسطى دول اللي هو مصطفى اسماعيل وحمد الزامل والضمنهوري وكذا الى اخره هم اللي نشروا هذا الحال وكان بقى الرجل البطل الخفي كان الشيخ عامر ابن عثمان الشيخ عامر ابن عثمان حصلت له مشاكل في الحنجرة وكان يتعالج عنده الدكتور حندوسة الله يرحمه كان بتاع المسالك الصوتية لكن صوته اتحاش مكانش كان عالم كبير بقى خالص خالص يعني زي محمد بن محمد بن محمد بن الجزري يعني شمس القراء انما ما كانش يقرأ لانه صوته يعني كان فيه وقفة فيه وقفة يعني مثلا يقول يقول ايه مثلا والحاق هنا محلها الترقيق واخد بالك فين حبس الصوت عند نفس معين فما ينفعش يتصدر القراء وكل القراء ترمزته كل القراء ترمزته يعني ما ينفعش نحن نقول انه ده خارج دولة ده شيخ المقاري الاب الروحي الاب الروحي الشيخ محمود عبد الحكم بيفكرنا بجزء مهم من مدرسة التلاوة المصرية اللي احنا مسميينها دولة التلاوة طيب أسازن فضلتك بعد الفاصل نستكمل سيرة فضلت الشيخ محمود عبد الحكم ونشوف أهم المحطات في حياته وعلاقته بالإزاع وعلاقته بباقي المقرئين وأعلام جيله يعني في هذه الفترة أسازن فضلتك وأسازنكم بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر كلوا من طريبات ما عزقناكم حينما تستمع إلى الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله كأنك تشتم رائحة الأرض المصرية صوت باص عميق يبدأ من طبقة عريضة جدا لا يذهب إلى مناطق أخرى غير هذه وإذا ذهب إلى أعلى قليلة يذهب إلى الرصد ولكن بزكاء لا يحاول أن يصل إلى ما تسمى درجة الكردان ليه جواب الرصد ولكن يهرب إلى قرار الحجاز كار وهذا أسلوب لم يفعله الكثيرون هكذا يا أيها الإنسان لا يذهب إلى هذا الأسلوب ولكن يذهب إلى قراره ما غرك بربك الكريم ثم ينزل أكثر الذي خلقك فسواك فعدلك ينزل كيفما شاء أما في الصعود إلى أعلى فهذه ليست منطقة انتقالاته بين المقامات ليست بالكثيرة فقط قرار بات ثم يذهب بعد ذلك إلى قرار الرصد ومنه إلى قرار الحجاز كار ثم يعلو إلى الصبا قليلا ولكن لا يذهب إلى جواب الجواب صوت فيه عملاقة فيه خشوع أيضا فضيلة شيخ محمود عبد الحكام صوت الأرض ترجمة نانسي قنقر على مشارف محافظة قنى في قلب صعيد مصر وتحديدا في قرية الكارنك بمركز أبو تشت ولد واحد من رموز تلاوة القرآن الكريم في مصر هو فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحكم أهالي قرية الكارنك أصحاب الأجوه الطيبة البشوشة والتي تنطبع عليها علامات الرضع يعتزون بسيرة شيخهم محمود عبد الحكم ويعتبرونه أحد أهم رموزها محمود عبد الحكم برحب بحضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي بفضيلة العلامة العالم الجليلة الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم صاحب الفرد أهلا برحبا الشيخ محمود عبد الحكم يقال عنه بأنه ما أخدش حقه ما بين القراء جيله الذهبي لأنه كان منعزل ما كانش بيميل إلى الاختلاط والتفاعل زي غيره وكان بيحب يكون بعيدا عن الأضواء هل فعلا دي كانت مواصفات شخصيته أو ده كان في شخصيته الشيخ أولا كان زاهدا والزاهد الدنيا في إيده ليس في قلبه على فكرة lzahed الدنيا لازم بتكون في إيده ليس في قلبه فإذا كانت الدنيا ليس في إيده يبقى ابن الزاهد في إيده ل Chemical Manic مهم يعندوش حجيه الأن الزاهد في إيه يعني زاهد ده يبقى فقير أو معدن لكن الزاهد معذية بتاعته إن الدنيا في إيده ولذلك في مواقف كثيرة تدل على معنى هذا الزهد من ضمن هذه المواقف أنه كان ياخد الأجر بتاع الليلة بعد أن احترف القراءة وحطه جيدا ودي مزية كانت موجودة في أشراف جرجة أشراف جرجة كانوا لا يعدون النقود في الزمن الأول ده ياخد الحاجة ويرضى بما قسم الله طب ما يمكن زيادة 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 أنا مش دعوة أنا ما أعدتهمش هو اللي عدهم اللي دفع هو اللي دفع هو فأخدهم ويحطوهم في جيبه مرة بيقول محمود السعدني مات محمد عبد القدوس أبو إحسان عبد القدوس الله يرحم الجميع محمد عبد القدوس مات فمحمود السعدني اتصل بواحد شيخ وقال له عايزين تيجي تقرأ في الليلة بتاعت محمد عبد القدوس قال له طب والله أنا طالب كذا وبعتهمني في البيت الأول ولو ما بعتهمش أنا مش جاي قال له طيب منشكرين حضر هيكونوا عندك على طول إن شاء الله قبل المغرب فاتصل بالشيخ محمود عبد الحكم قال له يا شيخ محمود عندنا ميدا قال له فين ما قالوش مين آه مش مين ولا مين ولا كام قال له فين ديني العنوان ديك هات قالت بعتولي عربية والمبلغ قد كذا ومش عارف إيه ده على طول قال إيه فين عشان يهمه ييجي يعني ما قالت فقال له العنوان قال له طيب والغاية دلوقتي ما عرفش هو فلما وصل الميتم اكتشف إنه ده ميتم محمد عبد القدوس رحمه الله تعالى آمين فأرى وأنب اللازموا كده وبعدين جم يأطولوا ما تيسر من المال جزاء الاحتباس اللي هو محتبس ده هو فأبى مرضي شك وقال هذا أقل ما يكون أن أقدمه لمحمد عبد القدوس الذي أسعدنا نعم ففيه فرق ومحمود السعداني مرضيش يقول من الشيخ التاني لكن مقارنة لبشر موجودين وأحوال فدرجة زاهد فالشيخ محمود عبد الحكم الحقيقة تقدم إلى الإزاعة في سنة 1940 وزي ما الأمور بتتب أربعة واربعين نال الاعتماد يعني ما كانش برضه في باله أن هو لازم يروح ويلح وبتاع لا أربعة واربعين ألف تسعمائة أربعة واربعين نال لما نال هذا الدنيا سمعته بقى في الشرق والغرب مضبوط فبقى مطلوب خاصة في منطقة الخليج سجل للكويت ختمة كاملة سجل ختمة كاملة سجل ختمة كاملة للكويت وده من توفيق الله سبحانه وتعالى الطريقة بتاعته توافق طريقة القراءة في السعودية فمدرسة المصرية ثارية لدرجة أنه يأخذ منها لكل أحد تروح المغرب يقول لك ورشة عن نافع تروح ليبيا يقول لك قالون عن نافع تروح أفريقيا يقول لك حمزة وخلف عن حمزة تروح الدوري المدرسة المصرية قرأت بكل القراءات اللي هم عشر قراء وكل قارئ له راويان يبقى عشرين راوي عشرين أمر من الأقمار يسموه الشموس والأقمار أدوا هذا احنا بقى في مصر كله ده ولذلك فتحنا حاجة اسمها معهد القراءات معهد القراءات ده هو لما فتح في الأربعينات من اللي درس فيه الشيخ عبد العزيز الصحار عبد الفتح القاضي كان عميد المعهد الشيخ اسماعيل الهامداني الشيخ عبد العزيز الزيات الشيخ عامر بن عثمان وهكذا وكان لابد أن يكون معك سندا كان كل على فكرة احنا السنة ده أول مرة نتكلم فيه مع الشيخ محمود عبد الحكم كلهم كان معهم إجازة بالقراءة وبالإقراء الفرق بانا من القراءة هو يقرأ ويعلم الناس تقرأ فده كان شأن الشيخ محمود عبد الحكم بيعطينا مذاق آخر لدولة التلاو فالدكتور سنة 65 بقى من بين الرحلات اللي قام بيها كانت رحلة للجزائر ويقال إن الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله كان تعرض لحادث وكان هو الوحيد اللي نجا منه وتالي من بعدها أثر في حياته عاش بعتها يمكن 17 سنة متأثر بالموقف ده ومش عزي فتكره وزير الأوقاف هناك استدعاه راح عملوا حادثة كل من كان معه بعد كده وعرف إن هم انتقلوا وهو قعد هناك ثلاث شهور ولكن هذه الحادثة حصلت قبل وفاته ب17 سنة نجا منها بإذن الله وكتب له عمر جديد زي ما بيقوله وكان هذه الحادثة سبب دائم في تظاهر صحته إلى أن انتقل سنة 82 الحادثة دية حصلت قبل هذا ب17 سنة بس 17 سنة كانوا متعبين وكانت له علاقة مع الشيخ محمد صديق من شاوي الولدين اتجاوزوا البنتين فده اللي كانت العلاقة الناس اللي بينهم وكانوا يحبوا بعض وبعدين هم قريبين من بعض بقى صعيد مزبوط رضي الله عن الصعيد أمين يا رب وعنه وعن البحر كمان وبحر يا فاتم أصلا صعيد فيعني بندعي يبنينا برزء طيب من الدعوة الله يخلى حضرتك كل سنة وحضرتك طيب صح الله منكم صالح الأعمال شكرا جزيلا في الدكتورة علاقمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء إِنَّا أَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْنِ الَّتِيْيَا أَقْوَمُ وَيُبَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعَلُوا وَيُبَسِّرُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمُؤْمُ أَجَرًا كَبِيرًا كلام الله خير الكلام وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقارئ القرآن له منزلة عظيمة في الآخرة فعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن قرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع